من اليمن إياد المسيمي مرسلنا من مدينة عدن جنوبي البلاد ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة إياد كيف تتعامل حكومة سيد معين عبد الملك مع هذه التحديات الاقتصادية وتدبير العملة الصعبة لأنها تشكل تحديا كبيرا كما فهم نعم صد زميلي أحمد الحكومة أقرت رفع سعر التعرفة الجمركية أو سعر الدولار الجمركي إلى 50% أي من 500 ريال إلى 750 ريال للدولار الواحد هذه القرارات اتخذت ضمن قرارات أخرى فيما يتعلق لمواجهة الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة اليمنية هناك كثير من الأزمات المالية سواء فيما يتعلق بصادرات النفط والقاز وتوقف تصديرها أو ربما عدم وجود البدائل أو البدائل والأوعية الممكنة المالية سواء شح الموارد المالية التي تعانيها حكومة معين عبد الملك هذه الإجراءات اتخذت ضمن إجراءات أخرى مسؤول حكومي أفاد قبل قليل أن مصلحة الجمارك اليمنية والضرائب أمرت برفع سعر التعرفة الجمهورية منذ عشر يناير من هذا الشهر أيضا هذه الإجراءات ليس هي الوحيدة هناك إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة من بينها رفع سعر المشتقات النفطية وأيضا رفع رسوم العقود والوثائق وأيضا رسوم تصريح الأعمال هذه الإجراءات هي إجراءات ربما محاولة لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الحكومة بعد توقيف صادرات النفط والغاز وأيضا عدم تمكنها من الحصول على الوديعة الخليجية التي تم الإتفاق عليها بشروط ربما الحكومة لم تقدم أي إصلاحات مالية من أجل الحصول على هذه الوديعة إذن هناك مجموعة من الإجراءات الحكومية التي اتخذت من أجل مواجهة الأزمة المالية الخانقة لكن دعني أوضح لك شيء مهم جدا المواطن اليمني هو الضحية الأول لهذه الإجراءات الرواتب لا زالت متدنية جدا الراتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 50 دولار وبالتالي فإن هذه الإجراءات الحكومية ربما ستزيد من معاناة المواطن اليمني الذي يعيش أزمة خانقة أسوأ أزمة إنسانية شهدتها العالم يد المسلم مرسلنا على الهواء مباشرة من مدينة عدن القنوبية أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا على الهواء مباشرة ترجمة نانسي قنقر